السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم مع قبر جديد بخصوص علي الشاكر اليوتيوبر العراقي الذي وصلت قناته الى خمسة مليون متابع ولقب بملك اليوتيوب العراقي تعالوا بينا نطوف حوالين هذه القناة وصاحبها ولماذا لقب وهذا اللقب ولماذا هو تريند اليوم وما اسباب النجاح ومعايير النجاح التي جعلته يصل الى هذه المرتبة بصدق هذا الشخصية كما كتبت عنها صحيفة كايرو طيمز اليوم في مقال تقول من هو ملك اليوتيوب العراقي علي الشاكر الذي وصل متابعيه الى خمسة مليون متابع تعالوا بنا نعرفكم على هذه الشخصية الجميلة المثقفة بالفعل والذي إذا شاهدتم في ديهاته وما يقدم بها علمتم أنه يستحق بالفعل هذا اللقب ملك اليوتيوب العراقي إنه شخصية مثقفة لا يخلو من الموهبة الكوميدية والمزاح الشفيف الجميل ودائما يتناول في قناته موضعات هامة جدا ومفيدة والحقيقة أن هكذا تكون القنوات على اليوتيوب ليس مجرد مضيعة للوقت والسلام لكن الرجل يقدم أشياء كلها مفيدة وفريدة ونضع الله له بالتوفيق والنجاح الدائم بالفعل لكل نجاح اجتهاد وضريبة وكد وتعب ومعاناة ولا ياتي أي نجاح من فراغ أبدا والسؤال كيف جمع هذا الشاب خمس ملايين متابع بالقناة الخاصة به وكيف يفعل بموضعاته وكيف يستطيع عندما تدخل لتشاهد قناته ولا تريد أن تتركها ولا تريد أن تغلقها وتظل تستمع إليها باهتمام هل يمتلك عصاته السحرية يصحر به الناس لا طبعا فهو يقدم الأشياء التي قد تبدو بسيطة جدا لكنها في نفس الوقت هامة جدا موضعات راقية وهمة ومحتوى أكثر من جيد غير مفتعل وغير مستهلك مثل القنوات التي تدعو الوقت في تحدي الأكل لا أدري كيف يتابعون مثل هذه الفيديوهات التي تدعو للفجعة والفجيعة فهل تحدي الأكل أصبح حرفة لدى القنوات وماذا لو قدمتم شيء مفيد يفيد البشرية ماذا سيحدث لكم لا أدري عموما حتى لا نخرج عن موضوعنا فنحن نتقدم بالتحية والتقدير لملك اليوتيوب في العراق علي الشاكر ونقول له أنت نموذج بالفعل مشرف لكل شباب العراق والشباب العربي أيضا ولعل جميع الشباب العروب الذين يبحثون عن ربح بدون تعب من خلال الفيديوهات التافية يتعلمون منك الجيد والمفيد بدلا من كل هذا الضجيج والصراخ والكذب والضوضاء كان هذا ملخص المقال التي كتبته صحيفة كيروتيوب وزعان اليوتيوبر علي الشاكر وسوف ننشر لحضراتكم مرابط المقال وتعالوا بينا نتكلم شوية عن القناة القناة هي قناة جميلة جدا يعني تخش تستمع لهذا الرجل بالفعل تحس إنه يعني بيجدم شيء لازم تستفيد شيء لازم تاخد معلومة ودي الثقافة الثقافة هي أخذ شيء من كل شيء الثقافة هي إنه عندك معلومات في كل حاجة الثقافة هي إنه تتقدم ما يفيد البشرية الثقافة هي العلم الثقافة هي الاطلاع الثقافة إنه عندك كم هائل من معلومات تقدر تقدمها للناس وتكون مفيدة للبشرية هكذا هو عالي الشاكر يعني له روح حلوة ومحببة وخفيفة الظل عندما يريد أن يتحدث مع الناس يحاول أن يمزج الأشياء في تناغم جيد ما بين الموضعات وبين الجماهير ويعرف كيف تؤكل الكتف ويعرف كيف بالفعل يستحوز على قلوب الجماهير بشكل جيد إنه أبرع من الفنانين الذين يقدمون سيناراهات مستهلكة لكن هذا الرجل عندما يتحدث يتحدث بصدق ويعبر بصدق عن المجتمع الذي يعيش فيه ولديه أفكار طموحة جدا ومحببة للنفس عندما تستمع إليه تحس إنك أمام شاب صاحب عقلية متميزة بالفعل هكذا يكون النجاح وليس النجاح في أن نقدم ألعاب وتحدي الأكل تعالوا شوف مثلا الناس اللي بتقود تقدم أكل يجيبوا جدي ويتحدوا يأكلوا جدي دي فاجعة يعني ما الذي سيستفيده في الجماهير عندما يشاهدون طفلة تبارع رجل أو تصابق رجل في أكل مثلا حلة لحوم طب ما هي ممكن تاعية ممكن يحصل لها مصيبة تاخدها فده حرام عليكم أن تخلوا مثلا الناس تقعد تاكل واللي يقول لك نتحدى أكلت كذا وأكلت كذا يا جماعة هذه ليست فيديوهات وفيديوهات أخرى عن الألعاب يعني إحنا تركنا كل شيء بتضيع الوقت هباءا تم تيجوا نستمع لعلي شاكر وبتكلم عن كابسولة الدواء ليه ما ملونة لونين دي معلومة حلوة جدا أنا استمحت لها في قناة عن العلامة البيضاء في ظفر الرجل وما فايدتها عن كوتشوك عن إطار السيارات كل فيديوهاته فيها معلومات مفيدة وهامة قد نكون نحن بعيدين عنها فيه أشياء بيتناولها قد تكون ليست في الحزبان ولكنها مهمة ولكن عندما يترحى نجد إنها بالفعل تستحق منه الاهتمام ليه مش كل واحد منه اللي يجدد في قناته ما يجددش حاجة يحاول يحرص إنه يجدد حاجة مفيدة يحاول يحرص إنه إنه بيخاطب ناس أصحاب عقول مش مجرد وجود على اليوتيوب ومجرد ساعات بنجدها على النت وخلاص ليه العالم الغربي سبجنا لأن العالم الغربي صادق في كل شيء صادق في معيده يعني إحنا تعالوا لو نلتزمنا بالمعيد مثلا دي نقطة حاجة معينة جدا يعني إنت تقول لواحدة جاب لك الساعة واحدة وتروح له الساعة اثنين طب هم انتظرك من الساعة واحدة يعني ليه ما تروحلوش في نفس المعاد العالم الغربي سبجنا عشان هما بيحتربوا معيد إنه هو صادق جالك هجي الساعة كذا إبقى تزمت الساعة لكذا تلاقيه في وقته العالم الغربي ما بيديحش وقت يعني أي نعم كل العام بيشتغلوا فيه ويخلوا شهر واحد تفسعوا فيه وإحنا أخذين الحياة كلها عايزينها كلها كل شي يجينا بالراحة كل شي يجينا من غير ما نتعب لو ما فيش بصرت بالراحة الكبرى فلم أرى تنالوا إلا على جسروا من التعب ده تحسبن المجد ثمرا أنت أكله لن تبلغن المجد حتى طلعك الصبر هكذا تكون الحياة هي عمل وإفادة ونجاح ومن جد وجد ومن زرع حصد شكرا لعلي شاكر وشكرا لحس استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر